في إطار المقاطعة العربية المتزيدة لدولة قطر تضامنا مع دول الخليج العربي أعلنت الخطوط الملكية المغربية إلغاء رحلاتها الجوية تجاه مطارات الدوحة ما يزيد من عزلة النظام القطري الذي قطع طريق العودة بسبب سياساته التي تتعارض مع الأمن القومي العربي طبعا أن الخطوط الملكية المغربية أخذت جميع التدابير لتحويل كل الطائرات المتوجهة أو من الدوحة إلى أقطار العربية الأخرى وأنتم تعلمون بأن المغرب له علاقات ممتازة ومتميزة مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارة العربية ومع مصر كل هذه الدول منخارطة في إطار التحالف العربي الإسلامي والمغرب عضو في هذا التحالف ضد كل ما يتعلق بمحاربة الإرهاب في المنطقة ودلت العلاقات المغربية القطرية أسيرة لسلوك حكام قطر ما أدى بالسلطات المغربية إلى إشهار البطاقات الصفراء أكثر من مرة في وجه الدوحة عبر رسائل الاحتجاج المختلفة خاصة فيما يتعلق بالموقف المبهم لقطر من نزاع الصحراء وطريقة تعامل الإعلام القطري مع القضايا المغربية واستعمال زعيم جبات البوليساريو لطائر قطرية خاصة في تنقلاته الخارجية العلاقات بين المغرب وقطر هي علاقات عرفت في وقت ما توطر بسبب تدخل الفضائية الجزيرة في كل ما يتعلق بالوحدة الترابية وملف الصحراء وأنتم تعرفون هذا جيدا هذا ومن المرتقب يزيد القرار المغربي من عزلة قطر مع محيطها الإقليمي والعالمي بالنظر إلى أن الخطوط الملكية المغربية تعتبر رائدة إفريقيا وتربط كبريات العواصم الإفريقية بالعالم العربي وتصر رحلاتها اليومية إلى الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وبتعليق الخطوط الملكية المغربية رحلتها نحو المطارات القطرية فإن هذا يعزز المقاطع العربية للنظام القطري وسياساته تجاه المنطقة العربية المصطفى العسري قناة الإخبارية الريبا ترجمة نانسي قنقر